والقايد والعسكرية لا ظل أغني إلى الأردن والقايد والعسكرية والقايد والعسكرية لا ظل أغني إلى الأردن والقايد والعسكرية والقايد والعسكرية لولا بحسين وما جينا ولا قيطعنا راتينا ولا قيطعنا راتينا هلا 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 هاي سيئ هلا لا ظل أغني إلى الأردن والقايد والعسكرية والقايد والعسكرية لا ظل أغني إلى الأردن والقايد والعسكرية سيئ سيئ هلا هلا لا ظل أغني إلى الأردن والقايد والعسكرية سيئ سيئ دل أغني إلى الأردن والقايد والعسكرية وما جيطعنا واتينا هلو اغني إلى الأردن للا ابو حسين وما جينا ولا 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 يلا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لولا أبو حسين وما جينا ولا كيف عنا راتينا ولا كيف عنا راتينا لولا أبو حسين وما جينا ولا كيف عنا راتينا ولا كيف عنا راتينا لولا أبو حسين وما جينا ولا كيف عنا راتينا لولا أبو حسين وما جينا ولا كيف عنا راتينا يا هذا البيت الجيديدي بيته مفروكه وصي عيني يا هذا البيت الجيديدي بيته ليته 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 يا هذا البيت 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 هلا و هلا بك يا هلا هي حيني في يا وانا هلا و هلا بك يا هلا هي حيني في يا وانا يا هلا البيت الديدي لكو ممروك وصي عيني هلا يا هلا البيت الديدي لكو ممروك وصي عيني يا هلا ها العب يا عزيزة ها ها يلا يلا عمي الرجل هلا هلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا محمد طبعا محمد عازف و مغني وبنحدر من عائلة فنية معروفة جدا يسعد صباحك و اهلا و سهلا فيك الله يسعد صباحك اليوم محمد بنا نحكي عن بدايتك و مشوارك بهذا المجال بنعرف كل اللي بفوتوا بالغناء و بيكون عندهم موهبة بيكونوا من الصغار فلا يعني اكيد انت متلك متل كل الاشخاص اللي دخلوا بهذا المشوار بلشت بأيام المدرسة ولكن بلشت فعديا من عام 2012 احكينا عن هالفترة وشت تحقيات وصعوبات اللي واجهتها بهاي المرحلة اول شي بشكركم على الاستضافة الكريمة اهلا و سهلا فيك اهلا فيكم وثاني اشي بصراحة انطلقت من المدارس و بوجه تحييه طبعا للاستاذ باجس النبهان بصراحة اكتشفني يعني واني بالمدرسة كنت ما بين الحصة والحصة في فترة خمس دقائق استراحة اتغني فيها اغني فيها دائما اغني فيها مرة الاستاذ من الموسيقى قريب من الصف تبعي قال فيه شب بيغني صوته حلو اها فات عليه على الصف قال منين انت قلت له من السقاقرة قال من السقاقرة قال لي انت ما شاء الله عائلتي السقار فنية فنيا وصوتكو كثير حلو اه مباشرة اخذني للمسرح والحمد لله احنا قدمنا اه فترة المدارس مسابقة على المدارس والحمد لله جبت المركز الاول ماشا الله وبعدين انطلقت مع الشباب من 2012 من 2012 بلشت جدي بهذا المشاق بلشنا الجد ماشا الله عنك طب كل فنان او كل حدا صاحب صوت جميل ماشا الله مثل صوت حضرتك بكون فيه له لون معين قريب لقلبه وبحب دائما يغنيه فشو اللون المحبب ليلك اكيد احنا بشكل عام بالاردن وخاصة من منطقة الرمثة اللي هي طبعا بتخرج فنانين كبار مثل الفنان متعب السقار روجه تحيي لروحه احنا بشكل عام منعتمد على التراث الشعبي لان التراث طبعا احنا منخطم اجدادنا بنطوله ابائنا وابائنا بنطوله تتوارثو اكيد والتراث بشكل عام هو مخزون فكري يتنقل عبر الاجيال حتى ايامنا الحالية حلو كتير طبعا محمد اليوم بما انك شبت سيرة الفنان المرحوم متعب السقار كلنا كنا منحبه وحظية بشعبية كبيرة وهو قدم الكثير للوطن ولكن للأسف بآخر فترة شفنا فيديوهات لمتعب السقار يعني بشعر بالخذلان لانه ما شاف نتيجة وما لقي اللي دعمه خاصة بمرضه وهو عمك كمان نحكي اليوم انت هو اثر فيك كتير اليوم لما انت بتشوف المشوار اللي مشي فيه متعب السقار والخذلان اللي صابه احنا بنعرف ان الوطن مثل الام حتى لو ما قدمتنا منضل منعشاها برغم كل شي انت اليوم كيف شايف هل انت ماشي اليوم الله يعطيك طولة الصحة والعمر هل انت خايف انه بتقول ما اعطي كتير خايف من هالتجربة مثل ما مرأ فيها عمك رحمة الله عليه طبعا الفن هو رسالة بغض النظر اذا يعني بعطينا او ما بعطينا الفن هو رسالة شخصية من الفنان لازم انه يوصل هاي الرسالة يعني مثال على ايام الحضر عندنا يعني كانت الناس كل شخص وكذا في بيت وكذا احنا كنا نقوم بعملية البث انا والشباب مشانا نغير مود الناس لانه الفن رسالة وانت عندك رسالة لازم توصلها لكل الناس طب والرسالة اللي حضرتك حابب متوصلها حاليا والله انا بصراحة يعني الرسالة اللي حابب اوجيها انه ايات فنان بشكل عام اذا بعطي الفن حقه الفن بعطيه نعم يعني احنا بجزء ما نلاحظ انه ما فيش دعم للفنان الاردني بس الفنان لازم هو يدعم حاله يدعم حاله واللي حواليه ايضا يدعموه ان حضرتك من عائلة تعتبر عائلة فنية فيمكن الدعم موجود من الجذور عندك ولكن بعض الاشخاص للأسف مش عم بتلاقي الدعم المطلوب نظبوط صح يعني كل اشي سيف دو حدين ايجابي وسلبي انا دائما بقضب بالطرف الايجابي وطبعا بعزيمة الشباب الطيبة دائما احنا ان شاء الله منطلقين الى الامام ان شاء الله الله يقويكم لانه زي ما حكيت بالآخر هو الفن احنا منحب الاغاني ومنحب نطلع من الجو النكاد والطاقة السلبية بالاغاني ولكن بالنهاية هي دائما منقول الفن هي مرآة الشعوب طيب محمد اليوم انت اطلقت اكتر من اغنية فيه لك اللون الشعبي وفيه لك اللون الوطني رح نحكي عن شو شوي من الاغانيك في عندك اغنية ام العيون السود اللي غنيتها في البداية والبريدي على البريدي على البريدي وفي عندك فارس ونشمي وحقنا نتباهب ملكنا هاي الغنيتها لوزارة الثقافة هاي الاغنية طبعا اه اغنية حقنا نتباهب ملكنا اغنية وطنية قدمناها لوزارة الثقافة وان شاء الله قريبا ان شاء الله غير انها تنزل على القنوات ان شاء الله فيه حدا بيكتب لك الكلمات هاي والله أنا أتعامل بصراحة مع مزيج من الشعراء منهم شعراء أردنيين وشعراء سوريين وإن شاء الله قريباً إلي التعامل مع شاعر عراقي بإذن الله موفق أكيد في كل مسيرتك بما أنه اليوم ذكرى تعريب الجيش فأكيد رح نسمع منك أغنية وطنية لذكرى تعريب الجيش وأيضاً حابين منك أتوجه كلمة بخصوص هذا الموضوع أول إشي أني بوجه لكل واحد ساند محمد السقار لكل شخص ساند محمد السقار في مسيرته لأن كل ياتنا بصراحة بنواجه الصعوبات وبشكر طبعاً مديرة أعمالي عبير أحمد بصراحة لي دعمتني مادياً أنا فكرت بدك تشكرنا يعني يعني صراحة أنا حضرتك شكرنا من البداية هو حرام أنت الخير والبركة طبعاً نحن نفتخر بوجودك دائماً وبشوفتك وبرجع الموضوع أنا حاب أشكر عبير أحمد اللي هي دعمتني مادياً ومعنوياً بوجه لها كل الحب والإحترام والتقدير وبوجه كل الشكر لفريق العمل بصراحة فريق عمل من أحلى ما يكون الأستاذ عمران العزايزة وعبد الله العزايزة وماك العزايزة والأخ والصديق الأستاذ أدهم الربيع شرفتونا شرفتونا أكيد لولا هالفريق العمل لكم المتكاتف كان ما بتطلع به هاي الصورة محمد وأكيد كل التحية كمان لمديرة أعمالك لكن أنا سؤالي الأخير قبل ما ننتقل ونسمع الأغاني دائماً كل فنان عنده مدرسة فنية وفي بعض المقامات اللي بتأثر فيها منعرفين مقامات الفنية والموسيقية تتجاوز المتين مقام ولكن هنا يختصروها يمكن المقامات الشرقية بتمنية تقريباً اليوم أنت شو المدرسة الفنية بتأثر فيها والمقام اللي بتحبه وبتحب أو بتأثر فيه أنا بصراحة أنا بتأثر كثير بالفنان متى بالسقار وكل أعماله من بداية انطلاقة الفنان كلها يعني الحمد لله بسمع للفنان من بداية انطلاقته وحتى الموجود حالياً وفيه عندي كمان ملاحظة مهمة كثير جداً التراث الأردني موجود عندي موجود عندي مدون من عام 1921 قبل تأسيس أمارة شرق الأردن لأيامنا هاي الحمد لله موجود عندي وإن شاء الله بهمة الشباب رايح أقدم أعمال كثير شعبية وحلوة وقديمة من تراثنا أكيد لازم لحي التراث والمقامات المقامات بصراحة أنا برمثاوي طبعاً بصراحة متأثرة كثيراً بالمقام الحجاز يعني معناته بتحب أغاني أم كل ثوم أكيد طبعاً أنا كمان بعزف آله بعزف آله بعزف آله بعزف أغاني أم كل ثوم بس العين ما بتعلق عن الحاجة طبعاً اليوم معناه ما يستروع عمران العزيزة يعني لا كلام والله إحنا كثير سعادين بتواجدك اليوم معنا وأكيد حابين هلأ نسوا منك أغنية وطنية مثل ما ذكرنا أنا حاب أقدم وطني وشعبي وعادي لأن كل أغانينا إحنا رح نختل معك رح حلنا محمد أنه نختل المساحة لك أكيد 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 وبعدها أكيد إحنا رح نكمل معك فمشاهدينا شكراً لوجودكم وليحضوركم معنا اليوم بهاي الحلقة وأكيد منشوفكم بحلقات جايوا كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير أكيد كل الشكر لوجودك اليوم معنا فنانا وأكيد بحب أيضاً توجه بالشكر للواء المتقاعد الباشا عبدالله المومني لحضوره اليوم معنا دام عز بملكتنا الأردنية الهاشمية وإن شاء الله يا رب كل أيامنا بتكون أفراح ومناسبات سعيدة وأيضاً بحب أتشكر كل شخص بالدعم شخص موجود بحياته سواء كان هذا الدعم معنوي أو مادي لأنه أثر الكلمة دائماً بيكون كتير كبير بنفوسنا والكلمة طيبة صدقة أكيد لأونا بكرة بنفس الزمان والمكان دمتم بخير وفي أمان الله والجملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عبدالله والكيس يا حين الله والكيس يا حين الله ومن وطن والعالم وعيوني عبدالله موسيقى 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 يا حرام موسيقى 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 الدايم في قلبي نايم غيار احوالي نظيم خلالي نظيم خلالي يوم بنت تقول لاميها يوم ما جوزيني يوم ما جوزيني والوحادي جاني ليش معطتي ليش معطتي لي نايم في قلبي نايم غيار احوالي موسيقى 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 هلا هلا موسيقى هلا يومنا هلا موسيقى هلا هلا موسيقى 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 هل يا زاري فاطلوا على سلاموا من عيون الناس يا رب سلموا يا حرام ملكاتي بالمكتب يا عمرا سلموا مكتوبك يا زينو غير حالينا مكتوبك يا زينو غير حالينا يا حرام مكتوبك يا عمرا 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 لشقيها ميلان الضيور الضائرة وانجاه الطيور امتفهم بالواما يا عزايزين يا حرام هلا هلا يلا 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 يلا